من حكم الله ورحمته بالعالمين جل وعلا أن أرسل إلى هذه الأمة رسولا بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام فقد جعل جل وعلا رحمة رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله جعل الله رحمته نعمة كبرى للناس أجمعين لأنه عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى الله جل وعلا إلا بالرحمة وما نطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحكمة ما كان رسول الله منفرا ولمعنيتا وإنما كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأطهار الكرام كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ارتد قومه بين يديه رافضين دعوة الخير حزن يحزن ويأسى ويأسف لما وجد من عنة عزيز عليه ما عندتم لما وجد من عنة الرافضين لدعوته من الناس أجمعين فكان أحرص ما يكون على أن يبلغ الخير وعلى أن يبلغ النور إلى أقصى مداه في العالمين بما وزع الله جل وعلا في قلبه من رحمة بالمؤمنين رؤوف الرحم وحري بنا نحن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تلقى دعوته هذه الرحمة تلقي الكرام لا تلقي اللئان لأنما يستجيب للكريم الكريم وإنما يصد دعوة الكريم اللئيم يعني حينما يأتيك كريم من أهل الكرم ومن أهل الخير والسعدد فيكرمه ما يربغي أن ترد دعوته لأنما كما ذكرت يستجيب لأهل الكرم الكرماء وإنما يرفض دعوة الخير اللؤماء مع الأسف ورسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا علاقته بأمته بالناس عجبعين إلى يوم القيامة تصويرا عجيبا فيه ما فيه من بلاغة التعبير النبوي الكريم الدالة على هذه الرحمة العجيبة العميقة التي جعل الله في قلبه على هذه الأمة وقد كان عليه الصلاة والسلام أرحم من الأمة بوليدها الرضية في حديث عجيب رواه الإمام البخاري ومسلمون وأصحاب السنن والمسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجابر من عبد الله صحابيين الجليلين كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السليما إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقظ نارا فلما أضاءت ما حولها جعل بالحق هذا مثل لطيف عجيب يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفته الدعوية باعتباره نبيا مرسلا بالرحمة إنما مثلي ومثل أمتي أنا وهذه الأمة التي أرسلت فيها نشبه أن نكون كرجل استوقظ نارا واحد الإنسان شعل واحد النار واحد العافية ليضيء المكان يعني الغرض دي الإشعال النار إضاءة المكان فلما أضاءت ما حولها أي تلك النار جعل بالحق أي جعل يبين الحق وقد كانت العرب قبل بما كان عندها من كرم توقد النار على قيمة من الجبال هداية للحيارة والسالكين الصحارى يعني أهل البادية من العرب الأقدمين كل قبيلة أحدها واحد مرتفع من الأرض جذل أو مرتفع كيشعلوا فيه واحد الشعالة دي العافية بش الإنسان اللي غادي دايز في الصحراء تالف وموضر كيشوف هذه العافية وايقترب ليعلم أنه نارك سكانا حتى إذا جاءهم أكرموه وأراحموه بما لديهم من قوت أو ما ورسول الله عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثال كرجل استوقب ناره فلما أضاءت ما حوله جعل بالحق فقال متمما ومتمما عليه الصلاة والسلام فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن فيغلبنه فيقتحمن فيها يعني لما أضاء ذلك الرجل هذا المثال من مشعل نار وأضاء ما حول المكان جاءت الجنادب يعني هذا الجرد صغير والفراش فراش لأن الجنادب والفراش يشوقه النور يعني النور كي يجذبها في الحشرات معروف فجعلت تخترب من النور وهي لا تذري أنها هناك نارا والرجل الذي أوقاد النار إنما أراد النور لم يرد إهلاك هؤلاء الحشرات فجعل يذبهن بدأ يدفع في هذه الحشرات وذلك الجرد لجنادب والفراش الجميل لكن لكثرته ولأن هذه الحشرات تصر على أن تقتحم فإنها تغلب هذا الرجل فتقع في النار وطبعا فتحترق قال رسول الله سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام فذلكم مثلي ومثلكم هدو المثل تقريب تشفيه لوظيفته عليه الصلاة والسلام فذلكم مثلي ومثلكم أنا أذبكم عن النار آخذ بحجزكم عن النار أن هلم عن النار هلم عن النار نبي عليه الصلاة والسلام بما أعلمه الله برسالة الغيب أن هذه الأمة أن الناس إن لم يعطوا الله حقه وإن لم يؤدوا لكل ذي حق حقه فإنهم سيضلون ويكفرون ومآلهم إلى النار وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنور لكن الناس يتركون النور ويسرون على الدخول إلى النار فقال عليه الصلاة والسلام فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم الحجز جمع حاجزة وهي المكان ديال الحزام في النص لأن الإنسان منك تشده في النص دياله في محل الحزام دياله كتكون شده بقوة كتتحكم في القوة دياله فهو يأخذ بحجز الناس بقوة ولكن قال عليه الصلاة والسلام فتغلبوني فتقتحمون فيها أو تقحمون فيها في رواية أخرى تفلتون من يدي تفلتون من يدي عليه الصلاة والسلام يعني ما أرحمه بهذه الأمة ما أرحمه بعباد الله وقد أرسله الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا رحمة للعالم حقيقة مثل فيه من الرقة فيه من العطف فيه من المودة فيه من الرحمة ما لا قبل لأحد من البشر به عليه الصلاة والسلام يعني ينادي في هذه الأمة هلوم عن النار هلوم إلي اقتربوا مني تعالوا إلي ابتعدوا عن النار وهو يذب الأمة يحميه على قدر ما استطاع يدفع الناس عن أن يقتحموا في هذه النار لكن الناس يصرون الإنسان مصر على أن يقتحم الشر وعلى أن يدخل في الظلمات وعلى أن يقع في النار لا في النور فتغلبون فتغلبون وتقحمون فيها تفلتون من يدي والحديث كما ذكرت متفق عليه وهو عند أصحاب السنن جميعا وغيرهم من المسألين هذا الحديث العجيب الذي يبين أمرين كبيرين وإلا ففقه لا يكاد ينحصر يبين حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة يبين رحمته يبين محبته ويبين بناء على ذلك ما كان ينبغي على هذه الأمة علينا نحن إزاء هذا الرسول الكريم من حقوق وأول حق وجب أن نؤديه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقبل هديئة يعني هذا الحديث لا يشعرك بالخوف وحسب لا يشعرك بالراجاء وحسب ولكن يشعر الصادقين بالخجل خجل يعني عيب عيب عن الإنسان أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءك بالحق جاءك بالرحمة وهو حريص كي تأسف كي تأسف عليه الصلاة والسلام كي تألم فلعلك باخع نفسك على آترهم وأن لا يكونوا مؤمنين يبخع نفسه يعني كي تألم داخليا يشعر بالآسى بالحصرة كما قال الله جل وعلا يا حصرة على العباد ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذا الرسول الذي يحرصه على ناجاتنا نحن على خيرنا نحن برحمته التي جعل الله في قلبه يهدينا يعطينا هدايا هدايا الرحمة هدايا المودة ومع ذلك نعرض ونرفض هديته وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق أرحم الخلق بعباد الله جل وعلا يعني فعلا الإنسان المؤمن حينما يخالفه هدي رسول الله وأمره ونهيه يعني بغض النظر عن قضية العقوبة والحساب في ذلك سوء أدب سوء أدب مع هذا الرجل العظيم سيدنا وسيد الولين والآخرين الذي رفعه الله منازل فوق جميع الأنبياء نحن رجل عظمته عند الله ومنزلته أعلى منازل الإنسانية مطلقا كما في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يجي عليه الصلاة والسلام من تلك المنزلة الرافعة العالية ليذب الناس كل الناس أنا وأنت عامة الخلق عن النار يأتي بهديه يعرضه عن العالمين أنهى لما عن النار هلما عن النار فاتغلبوني وهو يأخذ بحجزنا اللي قبطوش فيه بقوة وتصورها تبهي النبوي اللطيف هو شدك شدك بقوة أنتكت مضطر فاتغلبوني تقحمون فيها تفلتون من يدي رأي شدك مع ذلك تفلت له تفلتون من يدي بأبي وأمه ومن رسول كريم بر رحيم حقه علينا أن بر دعوته أولا أن بر دعوته الدعوة دياله التعاليم دياله عليه الصلاة والسلام الوصايا دياله عليه الصلاة والسلام وجب أن برها أن نقوم بحقها فذلك أفضل على الإطلاق أفضل ما تؤديه من الحقوق التي عليك لرسول الله إلى رسول الله اللي بغا فعلا نؤدي الحق في السيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بما له من حقوق كثيرة حقوق علينك كثيرة من الصلاة وتسليم عليه إلى غير ذلك ممن صع للكتاب سنة ولكن أرفع حق أنك حينما تسمع نداء رسول الله واجب أن يقع بقلبك حياء يعني يكون المؤمن في حياء من أن لا يستجيب أن يخجل من أن لا يستجيب لهذا الرسول الكريم البر الرحيم عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا وقبل ذلك رب العالمين أمارنا أن نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنسان يتأمن وسيدنا رسول الله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني محتاج سبحان الله محتاج حتى أن نصل عليه ونسلم عليه عاد يرفع الله تعالى المنازل التي رفعه أبدا الله قد أعطاه ما أعطاه بدوننا نحن ووعده ووعده ما وعده من عنده سبحانه وتعالى تفضل وإنعاما فأكرمه وكرمه أيما تكرم وإنما صلاتك أيها العبد وسلامك على رسول الله إنما فضل ذلك يرجع إليك إلي وإليك من فوائد ذلك بغض النظر عن الأجر المترتب لأنك من يتصلي وتسلم عليه مرة يصلي عليك هو عليه الصلاة والسلام ويسلم عليك عشرات لمرات كما ثبت في الصحيح وهذا المعنى متواتر في الأمة ولكن بصلاتنا وسلامنا عليه نتذكر حقه علينا حقه علينا أو ليس الذي هو بلغ أو ليس الذي هو جاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين أو ليس هو عليه الصلاة والسلام الذي تحرق قلبه وتألم وجدانه حينما رأى ما رأى من وقع أمته أنذاك من إدوار عن الحق ومما أطلعه الله عليه من الغير من الفتن التي تلحق الأمة بعد زمانه إلى زماننا هذا وإلى ما سيأتي في مقبل الأيام وهو بذلك عليه الصلاة والسلام ما فات يعلم ويربي يعني أشياء عجيبة حقيقة يعني ثور إنسان كي يخدم من أجل بشرية لم تخلق بعد أي إنسان هذا يعني شيء عجيب هو عليه الصلاة والسلام ضمن الجيل دياله فكان خير جيل كان في التاريخ أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن طابق من الناس ومع ذلك رفض الهم سيدنا محمد رفض الهم الجيل اللي جاي من بعد حتى هذا الجيل اللي احنا هما والأجيال التي تأتي فانبها على الشرور والفتن التي تأتي وبيّن مسالك النجاة والأحاديث في ذلك لا تكاد تنحاصر من فتنة المسيح الجالي إلى غيرها من الفتن ويوريك ويعلمك هالفتنة ها كيف يجدير الشكل ديالها هالعمارات ديالها هالعلمات ديالها هل معاني النار هل معاني النار أو ليس حريا هذا الرسول بأن نقبل دعوته وأن نجعلها على تاجي القلوب في أفئدتنا حق رسول الله علينا عليه الصلاة والسلام ليس في مجرد كلمات ننطقها وإنما هذه التصدية وهذا السلام يجب أن ينبهنا أيها العباد إلى قيمة هذا الرجل العظيم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين عيب أنه تلقى سيدنا رسول الله يوم القيامة وقد أعرض عنه يشوف كود وروجه غريب صعب عليك لأنه رجل محب محبوب لأنه رجل ضحى وتعلم في الدنيا وبتولي تحمل الآذى المادي والمعنوي من عجلي ومن عجلك ولذلك كان حريا بنا أيها العباد أن نقرأ سيرة هذا الرجل ليس بعيوننا وحسب ولكن بقلوبنا حتى نقدره قدره وإذا قدرناه قدره قدرنا رسالته التي جاء من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه اللهم صل وسلم على المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلTodOM وعلى آل سيدنا Informationen عمد وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم آلنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا ارزقنا عزائم الحق عزائم الصلوات والأذكار عزائم الأوقات والجماعات والمساجد والصلوات اللهم ارزقنا عزائم الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا عزائم الخيرات اللهم ارزقنا أبدانا مقواتا قوية على العبادة قوامة صوامة ذاكرة شاكرة لأنعمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا في قلوبنا كرم الأكرمين نعوذ بك أن نكون من اللؤماء نعوذ بك أن نكون من المجرمين نعوذ بك أن نكون من الكافرين المعم الجاحدين الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين شرح صدورنا لذكرك ولشكرك وحسن عبادتك وارزقنا اللهم حب رسولك الكريم المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليم اللهم ارزقنا حبه وحب آله الأطهار اللهم ارزقنا حب رسولك وحب أصحابه أجمعين وحب الصالحين من التابعين لهم إلى يوم القيامة بإحسان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم اجعلنا أخوانا على سرور المتقابلين عندك في الآخرة على مقعد صدق عندك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول اللهم ألحقنا بالمصطفى في جنتك العالية اللهم وقد حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرم صحبتنا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة اجعلنا على الجنان في الجنان إلى جواره بجوارك يا أكرم مسؤول يا ذا العرش العظيم سبحانك سبحانك يا من له الإسم الأعظم يا من له أسرار الأسماء الحسنى يا من له الأنوار كلها أنت النور الذي لا نور سواك سبحانك يا نور السماوات والأرض أنر قلوبنا بالحق بصرنا بالحق اجعلنا على الحق من أهل الحق اجعلنا برحمتك من أهلك وخاصتك تقبل يا ربنا ضعفنا تقبل يا ربنا فقرنا تقبل يا ربنا فقرنا إليك تجاوز عن تهاوننا وتكاسرنا وخمولنا تجاوز عن خطايانا جئناك بخطايا جئناك بقراب الأرض خطايا فيا ربنا نلقنا بقرابها مغفرة ورحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من تغفر الذنوب جميعا هلكنا ووقعنا وأخطأنا وأنت التواب الرحيم أدخلنا برحمتك في رحمتك أدخلنا في توبتك يا من تتوب على من تاب توب علينا لنتوب يا من تتوب على من تاب توب علينا لنتوب وعرفنا بالحق وارزقنا عزيمة العمل به ونعوذ بك أن نكون من الكافرين اجعلنا اللهم من الشاكرين المرحومين المذكورين عندك بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار يا أرحم الراحمين